تنديدا بانتهاكات الاحتلال بحق القدس والمسجد الأقصى نظم ناشطون بعد صلاة الجمعة مسيرة انطلقت من المسجد الكالوتي في منطقة الرابية في عمان للمطالبة بإغلاق سفارة الاحتلال وإلغاء معاهدة وادي عربة واتفاقية الغاز المشاركون في المسيرة نددوا أيضا بالجريمة التي ارتكبها حارس أمن السفارة بحق مواطنين أردنيين قبل أسبوعين مطالبين بمحاكمته المزيد في هذا التقرير غضب عارم غرب عمان أمام مسجد الكالوتي بالقرب من سفارة دولة الاحتلال تنادت به فعاليات حزبية وشعبية أردنية على اختلاف معتقداتها عشرات من الجموة لبت نداء جمعة الرفض نصرة للحرم القدسي الشريف ورفضا لما جرى من تفاصيل في حادثة السفارة التي راح ضحيتها مواطنين أردنيين برصاص دبلوماسي إسرائيلي الأردنيون طاربوا الحكومة بإبراز موقع فاعل لتصدي لغطرسة الاحتلال وعن جهيته تجاه قضية السفارة والمسجد الأقصى المبارك هذا الكيان السهيني لم يحترم أي مادة من مواده لا قضية اللاجئين ولا قضية الحدود ولا قضية المياه والآن الوصاية الهاشمية هي يجب أن تكون القشة التي تقسم ظهر البعير لم يحترم الوصاية الهاشم الأقصى والسباح الدم الأردني في سفارة لا نعتر بوجودها شيبا نوى شبانا توحدت كلمتهم وصدحت حناجرهم دفاعا عن حق الشعب العربي في المسجد الأقصى المبارك فعليات حزبية وشعبية أردنية تواصل تضامنها مع الأردني الجواودة الذي راح ضحية لعنجهية الدول الماسي الاحتلال جموع الحراك الشعب الأردني وقوى الوطنية والشعبية خرجت اليوم لتطالب مرة أخرى منذ آخر عمل عدواني على الأقصى ونحن نشاهد هناك روساء هاشمية خرجت تطالب بإغلاق سفارة الكيان الغاصب ومحاسبة المجرمين الذين قتلوا الأردنيين بدءا بالقاضي الدكتور رادي زعيتر ومن قبله من الشهداء ومن بعده وصولت لآخر جريمة حصلت عند سفارة العدو الصيون استباح الدم الأردنيين إلغاء اتفاقية الغاز وطرد سفير العدو الصيوني سحب السفير الأردني من تلعب فورا هتفات وشعارة رددها المشاركون في المسيرة طالبت بطرد السفيرة الإسرائيلية وإلغاء اتفاقية وادي عربة حمز الشوابكي رؤيا أعلنت الخطوط لجوية الملكية الأردنية أن بريطانيا رفعت الحظر المفروض على حمل الأجهزة الإلكترونية على متن طائراتها المتجهة إلى لندن من مطار الملكة علياء الدولي وبحسب بيان صادر عن الملكية الأردنية فقد سمح لمسافر الشركة اعتبارا من اليوم باستحاب الأجهزة ذات الأحجام الكبيرة في المقصورات المخصصة للمسافرين هذا وقت ضمن قرار السلطات البريطانية في ضوء رفع الحظر تطبيق إجراءات تفتيش أمنية جديدة معززة على المسافرين المغادرين والأجهزة الإلكترونية التي بحوزتهم لدى مغادرتهم مطار الملكة علياء الدولي إلى لندن ثمانية آلاف مخالفة خلال ثلاثة أيام فقط سجرتها الكاميرات ورادارات السرعة التي نصبتها أمانة عمان في عدة مواقع جديدة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة وذلك وفق مدير الإدارة المشتركة في الأمانة المهندس محمد الفعوري الذي أشار خلال استضافته في برنامج نبض البلد إلى أن هذه الكاميرات ما زالت في الفترة التجربية التي ستمتد إلى ثلاثة أو خمسة أسابيع مقبلة ما زلنا في مرحلة التشغيل التجريبي لكاميرات ورادارات السرعة في شوارع وطرقات العاصمة عمان وستمتد هذه الفترة من ثلاثة إلى خمسة أسابيع هذا ما كشف عنه المهندس محمد الفعوري مدير الإدارة المشتركة في أمانة عمان الكبرى موضحا أن عدد الكاميرات التي تم تركيبها داخل حدود الأمانة في الأشهر الثمانية الأخيرة بلغ تسع عشرة كاميرا الفعوري أكد على الانتهاء من ضبوطات المرحلة التشغيلية للوقوف على أنظمة العمل للكاميرات والتعريف المواطن بها كنا مستعدين للتشغيل شغلنا الآن في ضبوطات تنزل عندنا على السيرفر الرئيسي هذه الضبوطات زي ما حكيت لك الهدف من التشغيل التجريبي هو استمرارية بإعلام أخونا المواطن بأماكن وجود الكاميرات سحية ويشوفها وهي عم تشتغل الموضوع الثاني احنا كمان نشوف الداتا اللي موجودة عندنا تركيب الكاميرات بداية تشغيلها التجريبي وما بعد التجريبي المرحلة القادمة والتوسع بمشروع كاميرات ورادارات السرعة في الأمانة كانت أيضا محل توضيح الفاعوري مرحلة الثانية إن شاء الله أيضا تكون 33 كاميرا لا يشارض أي رادار ثابت بدأت الأعمال المدنية الخاصة فيها يعني نتوقع خلال ثلاث لأربع أشهر ينتهي تركيب الكاميرات وأيضا شبكة على الكهرباء وعلى خطوط الاتصال وبالتالي تشغيلها كعدد إضافي داخل عاصمة عمان وحول نعتي مشروع الكاميرات والرادارات بأنها للجباية نفى الفاعوري هذه الصفة مؤكدا أنها جاءت لتخفيض نسب الحوادث هذه الإحصائيات تفيد بأعداد الحوادث والنقاط السوداء من ناحية الحوادث أو من ناحية حوادث السير داخل عاصمة عمان وتقاطعاتها أكثر مواقع يتم فيها تجاوز السرعة المسموح بها أكثر مواقع يتم بها قطة الإشارة الضوئية الحمراء هذه الكاميرات بقدر أخالف عليها الخلوي بقدر أخالف عليها انتهاء ترخيص المركبة بقدر أخالف عليها اتخاذ المسرب الخاطئ بقدر بس أنا لم داخل العاصمة عمان حتى هذه اللحظة بجميع مشاريع الرقابة الآلية ما ركزنا غير على ضبطين اثنين لأنه هذول الضبطين اللي بحاكوا سلامة الإقوان المواطن قطع الإشارة الضوئية الحمراء والسرعة الزائد فترة تجريبية وانتشار كبير لكاميرات السرعة وتأكيدات للأمانة أنها تهدف للسلامة العامة وسط تشكيك البعض بذلك مؤكدين أنها تهدف فقط للجباية انطلقت فعاليات المنتدى العلمية الثالث للتعليم الدامج بعنوان طبشورة بيدكم والذي ينظمه مركز التعليم للجميع بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الرسمية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني مدير التنمية الاجتماعية لغرب عمان أكد دعم وزارة التنمية الاجتماعية لمثل هذه المنتديات والمؤتمرات التي تساهم في تحسين الخدمة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الفئات العمرية مشيرا إلى أن الوزارة تنتهج الآن عدة برامج منها برنامج تأهيل الاجتماعي الأسري وبرنامج التدخل المبكر وفق منظورا قانوني بيبحث هذا المنتدى في رؤية التعليم الدامج والية التنفيذ في المستقبل لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في بيئة مدرسية آمنة تراعي الفروقات بين الطلبة والتطلعات المستقبلية له ازدحام مروري يتسبب بتأخير المواطنين لمدة ساعة يوميا بسبب استفاف وسائل النقل العام بشكل عشوائي في منطقة القصر شمال الكرك ما يزيد من خطر وقوع حوادث مرورية المزيد من التفاصيل في التقرير التالي استفاف عشوائي للباصات العمومية على الطريق العامة والرئيسية في منطقة القصر شمالية محافظة الكرك وافتقار لوجود مكان مخصص للإصطفاف بالإضافة لأزمة مرورية تسببها هذه الازدحامات بين وسائل النقل وازدحام الركاب المنتظرين أهالي منطقة القصر يشكون باستمرار من هذه المشكلة التي تؤخرهم يوميا لمدة تزيد عن الساعة فقد تتجمع هذه الباصات على مثلث تربية لواء القصر ما يتسبب بإزدحامات مرورية وحوادث بين السيارات أيضا الباصات هذولة في منطقة القصر يعني دائما هذا محل منهم طلعنا ونحن نرى المحل لا يوجد مجاوبة إلى الكراجة التي يوقف فيها أو منطقة يوقف بها التي تعدى المرور هذا هذا شارع لا يصبح توقف فيه يجب أن يوقف إلى المصرف أو المحافظة يوقف إلى المحل وصفن به ويركب الناس وروح ويجوه على الكراجة بالنادي المسؤولين وجميع المختصين بهذا الشأن محاولة الوقوف على هذا الشأن الذي أصبح عبارة عن ظاهرة خطيرة جدا وفي السياق ذاته أكد عدد من أصحاب الباصات العاملة عن تعذر وجود أماكن اصطفاف ملائمة وهذا ما يشكل خطرا عليهم وعلى الركاب مطالبين الجهة المعنية بضرورة إيجاد أماكن اصطفاف مضيفين بأن الطريق يعد مدخلا لكافة مناطق شمال الكرك ويسلكه عدد كبير من المواطنين يوميا متصرف لواء القصر بدوره أكد أن المتصرفية وبالتنسيق مع المجلس البلدي السابق ناقشت الموضوع لاستئجار أرض مخصصة للاستفاف إلا أن حل المجالس البلدية أبقى المشكلة على حالها نصقنا مع رئيس البلدية ومع الرئيس اللجنة على أساس إيجاد مجمع للباصات في اللواء هذا المجمع هو اللي راح يحل 70% لـ 80% من المشكلة تستير باللواء موضوع أن الشوارع ضيقة صحيح الشوارع ضيقة لكن نحن بالتعاون مع أخواننا بالبلدية وجدنا شوارع بديلة لكن الحل الأمثل وجود مجمع للباصات في اللواء القصر آملين أن تطرح نتائج الانتخابات البلدية القادمة ثمارا إيجابية تسرع في حل هذه المشكلة زارة مدير عام التدريب المهني مركز الأميرة تغريد للتدريب المهني الواقع في لواء القصر شمال محافظة الكرك للإطلاع على واقع المعهد وضرورة تطوير نوعية برامج وتخصصات المعهد بشكل عام بما يوفر فرص عمل لأبناء المحافظة التقرير التالي والتفاصيل في إطار متابعة فعاليات معاهد التدريب المهني في المملكة وبناء على طلب أبناء المجتمع المحلي في لواء القصر شمال محافظة الكرك زار مدير عام التدريب المهني مركز الأميرة تغريد للتدريب المهني الواقع في لواء القصر للإطلاع على واقع المعهد وضرورة تطوير نوعية برامج وتخصصات المعهد بشكل عام مدير عام التدريب المهني أكد على ضرورة الالتقاء بأبناء المجتمع المحلي والوقوف على مطالبهم ومقترحاتهم مؤكداً سعي المعهد المستمر في خدمة المجتمع المحلي وتلبية مطالبات أبنائهم كانت زيارة جداً مثمرة ووقفنا على واقع المعهد وأمكانية تطويره وتقديم التسفيلات للالتحاق أكبر عدد ممكن من المتدربين والمتدربات في برامج وتخصصات المعهد إن شاء الله سيتم تطوير هذه التخصصات وتم تشكيل لجنة توجهية من المجتمع المحلي تقف على الاحتياجات وتوصل إدارة المؤسسة وإن شاء الله لن نقصر بتطوير هذا المعهد لخدمة أبناء اللواء تمت هذه الزيارة بوجود لجنة استشارية في لواء القصر ومديرة المركز وعدد من أهالي لواء القصر لبحث أمور هامة تتعلق باحتياجات ورفض هذا المركز وتبرع الأستاذ هاني خليفات مدير عامل التدريب المهني بدعم وتقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي وتزويد هذا المركز بالكفاءات التدريبية من الجدير ذكره أن مؤسسات التدريب المهني المنتشرة في جميع محافظات المملكة تقدم خدمات التدريب والتطوير المهني وفقاً لاحتياجات سوق العمل والمجتمع بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من خلال إعداد وتنفيذ برامج التدريب المهني وتنظيم ممارسة المهن في سوق العمل الأردني خلال في نظام الصرف الصحي في مدينة إربد أدى إلى حدوث فيضان على مواقف المركبات في إحدى البنايات بحي النزهة ما دفع عدداً كبيراً من سكان البناية لتقديم شكوى لشركة مياه اليرمو لحل هذه المشكلة التي ما تزال تراوح مكانها خلال في نظام الصرف الصحي في مدينة إربد شكل مشكلة لسكان حي النزهة في المدينة حيث أدى إلى حدوث فيضان لمياه الصرف الصحي واندفاعها لمواقف المركبات في البنايات وصارنا بحدود شهر وراجعنا المسؤولين بهذا الخصوص راجعنا وطوفة المحافظة راجعنا مدير سلطة المياه والمجاري حلول كليات عبارة عن أنيب ودونا سيارة الجت بتفتح ثاني يوم بسكر من الرمال في مواقف سيارات سكان البناية هذه عدد من خزانات المياه والعدادات فقد دهمتها مياه الصرف الصحي التي وصل ارتفاعها إلى نحو ثلاثين سنتيمتراً وأكثر نجم عنها تشكل مكرهة صحية وتلويث لخزانات المياه التي تغذي البناية نحن نعاني في هذه المنطقة من مشكلة الصرف الصحي التي صار عليها تقريباً أكثر من أربع أو خمس سهور عندما نتصل في المسؤولين في الصرف الصحي بيأتي بوقت متأخر لم يحلوا ذلك حل جذرياً وإنها بشكل مؤقت لدينا تسوي مساحة تقريباً 300 متر ملاني كلها كراسي سيارات غرقانة بالمياه المواطنون قالوا أنهم اتصلوا بمركز شكاوى مياه اليرموكي أكثر من مرة وبعد العديد من الاتصالات والمراجعات تم إرسال صهريج لفتح خط الصرف الصحي ومع ذلك ما زالت المشكلة قائمة حتى الآن نظمت جمعية سفراء السلام لتنمية الاجتماعية ومبادرة أهل الخير كرنفالاً خيرياً في منطقة بلعمة اجتمل على يوم طبي مجاني ويوم توظفي وعدد من الفعاليات رئيسة الجمعية قالت أن الفعالية توفر فرصاً للحصول على الرعاية الصحية والعلاج وكذلك تشكل فرصة للباحثين عن العمل من خلال فقرة اليوم التوظفي وبما يمكن الراغبين من التقدم لنحو 30 فرصة عمل في القطاع الخاصي في المحافظة اليوم الطبي هذا يتضمن عدة عيادات اختصاص مثل الطب الأسنان والطب العام والطب الباطنية وطب العيون بالإضافة لمركز فاحس للنظر وبالإضافة لهذا اليوم الكبير في شركات ريادية قامت بالمشاركة والحضور في هذا الكرنفال بهدف المسؤولية المجتمعية بالشراكة مع شركة باورميكس ومبادرة كهربائتنا من الشمس ومبادرة أهل الخير لاحتياجات أهل المنطقة من يوم طبي مجاني ويوم هندسي ويوم مظيفي مع جمعية سفراء السلام شهدت محافظة إربد فعاليات مهرجان الشعل السياحي الأول في موقع معركة اليارموك وبتنظيم من مبادرة شباب سحم لتجديد والتطوير وزيرة السياحة والأثار لنعناب أكدت خلال المهرجان ضرورة التكاتف والتعاون في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة وبالصورة التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين في شتى أرجاء المملكة هذا وتخلل المهرجان تقديم فقرات فنية وغنائية ومسرحية وتوزيع الدروع التذكري على الداعمين والمؤذرين وسط حضور جماهيريا واسع المهرجان الأول السياحي للمهرجان الشعلة وطبعا كان وزارة السياحة كانت داعم أساسي لهذا المهرجان لأننا نؤمن تماما بأهمية المهرجانات وأحياء المنطقة ثقافيا وفنيا وأهمية فعاليات أنها تستقطب زوال المنطقة أقيم مهرجان الكرك السياحي في قلعة الكرك لترويج الأردني كوجهة سياحية مهمة لاستقطاب السياح الأجانب إضافة إلى تنشيط السياحة الداخلية في المملكة التفاصيل في التقرير التالي مهرجان الكرك السياحي استقطب عدادا غفيرة من مناطق المحافظة شتى خاصة أنه اجتمل على فعاليات متنوعة سواء المتعلقة منها بالسوق التراثية الشعبية أو الفعاليات الثقافية المسائية انتقال الفعاليات الثقافية والسياحية والترفيهية من العاصمة عمان إلى الأطراف ضرورة ملحة وهما ما بادرت إلى تنفيذه وزارة السياحة والأثار بالتعاون مع الجهات المحلية ومهرجان الكرك السياحي أنموذج حي لهذا التعاون المثمر نحن مبسوطين أن هذا المهرجان يرتاد أعداد كبيرة من أبناء الكرك طبعا المهرجان زي ما حكيت لك في السابق أنه يتكون من شقين السوق التراثي على باب القلعة الذي يشمله وتضمن معروضات سيدات الكرك من المنتجات الحرفية والغذائية وتم اختيار الموقع لتصويق هذه المنتجات ولتعريف السائح الأجنبي والزائر على هذه المنتجات بهدف تكرارها إن شاء الله بشكل شهري لإنجاح الفكرة الجناح الثاني أو الفقرات الثانية الفقرات المسائية اللي زي ما أنتم شايفين أكثر من 1500 مشاهد على هذا المدرج الآن وإحنا مبسوطين أن هذا العدد وصل لهذا الرقم المواطنون الذين أسرعوا بالألاف فرحين إلى قلعة الكرك ثمنوا عاليا خطوة وزارة السياحة والأثار واعتبروا أن هذا المهرجان بما يحتويه من فقرات وتفاصيل تنويرية هو خير رد على الإرهاب الذي ضرب المدينة وقلعتها قبل أشهر والله فعاليات كثير مرتبة وممتازة وخصوصا البازار اللي حضرنا وترجنا عليه مهرجان الكرك السياحي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو مزيد من الاهتمام بالمحافظات خاصة أنها تمتلك تنوعا وإرثا حضاريا وإنسانيا عظيما يحتاج إلى من يعيد الحياة إلى مفرداتها يشكو طلبة الجامعة الهاشمية في محافظة الزرقاء من عدم توفر عددا كاف من حافلات النقر العامة على الخطوط باتجاه الجامعة بالإضافة إلى تدني مستوى الخدمات فيها وذلك منذ عدة سنوات التقرير التالي وتفاصيل تعد مشكلة المواصلات من رغدان إلى الجامعة الهاشمية هما يوميا مزمنا للعديد من الطلبة وهي جزء من المشاكل المرتبطة بترد النقل العامي في المملكة إذ لا تنحصر شكاوى الطلبة في عدم توفر عدد كاف من حافلات النقل العاملة على الخطوط فقط بل من تدني مستوى الخدمات فيها أيضا الطلبة يشتون من عدم قيام الشركة المشغلة على الخط بإجراء الصيانة اللازمة لحافلاتها التي تقل طلبة الجامعة الأمر الذي يدفع الطلبة للقلق والتأخير خاصة في الأجواء الحارة مشكلة الميكانيك الواحد بيكون ناشي بالباص يعني بتعطل فيه كثير ومرات كثيرة ننزل نتفش إحنا كطلاب ننزل نتفش الباص يعني معظم الأوقات ما بيكون في باصات في المجمع وخصوصا المجمع الغداني يعني هداك اليوم كنت من السبعة وثلث بالمجمع عندي محاضرة الثمانية إجان الباص لعنا من مجمع ثمانية ونص وغير هيك عندك مشكلة بالباصات هون يعني أغلب الأحيان ما بيكون في باصات ويطالب الطلاب بتعزيز إسطول الحافلات بحافلات جديدة من شأنها خدمة الطلبة بشكل سليم خاصة في أوقات الذروة مطالبين بوجود مكيفات في الباصات خاصة في فصل الصيف معاني كثير من شغلة الجو ففيش ما منلاقي مكيفات في الباصات بالمرة البراضي فيش براضي دائما الشمس بوجهنا نوعية الكراسي انت بتكون قاعد في الباص مش مرتاح أصلا من نوعية الكراسي اللي انت قاعد عليهم بتحس حالك قاعدة حجر أولا ما بنرتاح بالكراسي أبدا الكراسي بلاستيك وبكون الكرسي ملزق بالثاني والشمس بوجهك والباص بتعطل أكثر من مرة يعني مرة إحنا تعطل فينا باص ورجعوا جابولنا كمان باص ورجعوا جابوا كمان باص تعطلوا باصهم بنفس الساعة وتبقى مناشدة طلبة الجامعة الهاشمية للجهات المعنية بإيجاد حل نهائي لمشكلة المواصلات التي تعود إلى الواجهة في كل فترة لإنهاء معاناتهم اليومية والمتمثلة بحافلات النقل المشغلة للشركة على خط رغدان الجامعة الهاشمية جبل الأمير فيصل ومخيم شنلر يعانيان من وضع بيئي مزرن بعد تكاثر النفايات والأتربة على الطرقات حيث ناشد الأهالي الجهات المعنية بضرورة حل مشاكلهم المزيد في هذا التقرير يعاني أهالي جبل الأمير فيصل ومخيم شنلر في محافظة الزرقاء من ترد الوضع البيئي بسبب تكاثر النفايات والأتربة ومخلفات الأبنية في الساحات الفارغة كما على الطرقات كان من أبرز الشكاوى التي تقدم بها الأهالي إلى الجهات المعنية سلوكيات يمارسها بعض المواطنين تتمثل برمي النفايات على طرقات والساحات الفارغة في وقت تعاني المنطقة من نقص في عدد عمال النظافة المسؤول عن النظافة بحسب السكان يغادر مكان عمله عند العاشرة صباحا ما يؤدي إلى تراكم النفايات بشكل كبير ويدفع العديد من السكان القيام بحرقها للتخفيف من شدة رائحتها لا يوجد أي خدمات زي المناطق الثانية شجر ما فيش عندنا اللي يقعد واحد ابنه يقعد تحتيه ما فيه أي معدوم المنطقة من كل الخدمات ما فيش عند النظافة والنفايات كل الناس بترمي بالشوارع حتى مخلفات البناء هاي شوف انت على الجبل المنطقة هذي شوفت انت كلهم بالزد هيك وتنزل عليه نحن شنا في الوال أهالي جبل الأمير فيصل ومخيم شنلر ناشدوا الأجهزة المختصة مرات ومرات للنظر بمعاناتهم المستمرة منذ فترة طويلة ومعالجة مشاكلهم في هذا السياق إذ بات الحيان يعانيان اليوم من واقع بيئي مرير أدى ألف المصلين الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف ومدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى المبارك أوضح أن أبواب الأقصى لم تشهد أي احتكاكات مع قوات الاحتلال التي سمحت لجميع الأعمار بدخول الحرم القدسي الشريف لتأدية صلاة الجمعة مشيرا إلى أن الصلاة انتهت بسلاسة ودون أي مشاكل تذكر حيث صارت الأمور بشكل اعتيادي مثل ما كانت عليه قبل أزمة الأقصى مع الاحتلال في الرابع عشر من الشهر الماضي الأقصى بين الانتصار والاختحامات عنوان ناقشت خلاله شخصيات فلسطينية في القدس المحتلة وضع المسجد الأقصى بعد انفراد الاحتلال به أربعة عشر يوما والإجراءات العدوانية التي تواصل سلطات الاحتلال ممارستها بحق الحرم القدسي الشريف ومدينة القدس التقرير التالي والتفاصيل الانتصار المرحلي للأقصى كان مهما في تعطيل وتأجيل المشاريع الاحتلالية الهادفة لتقسيمه زمانيا ومكانيا إلا أن المخاطر لا تزال تحدق بالمسجد الأقصى الإبقاء على الزخم الأعلامي والسياسي ومركزية قضية الأقصى والقدس هو ما دعا إليه المؤتمر الذي عقدته المرجعيات الدينية والوطنية في القدس فالممارسات على الأرض بالدفع نحو تحقيق أكبر عدد ممكن من المقتحمين للأقصى مع التركيز على نوعية المدنسين وزيادة مدة الاقتحام محاور احتلالية تصمم من خلالها على تغيير الوضع التاريخي الراهن في الحرم القدسي هي محاولة لضرب الذاكرة الفلسطينية والعربية والإسلامية بأن هؤلاء شركاء معنا في المسجد علما أن المسجد لا يقبل القسمة على اثنان وأن المسجد حق خالص للمسلمين وهي محاولة لفرض سيادة ونزح من الحكومة الأردنية ونزح من الوصاية الأردنية لم يعرف حتى اللحظة ما الذي تحيل ووضعه الاحتلال داخل الأقصى بعد العبث بكل أركانه ومحتوياته النية المبيتة لتنفيذ أمر ما ينعكس بتقليص صلاحيات الأوقاف وبالتضييق على حراس الأقصى وبالمنع والاعتذاء على مرابطينه كان هناك دعم لوزارة الأوقاف بتقريبا توظيف 180 موظف منهم حوالي 70 حارسا لكن الإسرائيليين حتى الآن يرفضوا دخول هؤلاء الحراس هذا تدخل في شؤون الأوقاف شكلنا أربع لجان هذه اللجان مهمتها رصد وكل ما هو موجود في داخل المسجد الأقصى المبارك باكتشاف إذا ما تم هناك أي وضع زرع كاميرات أو مجسات أو ميغرفونات أو غير ذلك من أجل رصدها وبالفعل إطلافها الانتقام من القدس والمقدسيين يظهر جليا في هذه المرحلة بالهجمة المسعورة للاحتلال الذي ظن أنه نجح في تخدير الروح الوطنية المقدسية وتمس المعالم العربية برفع وطيرة تهويده للمدينة المقدسة اعتقالات بحق أبناء القدس أكثر من خمسمائة معتقل تم اعتقاله حتى اللحظة منذ تاريخ 14 تموز يوم أغلق المسجد الأقصى المبارك لكن بنهاية أصر المقدسي وهذه ضريبة مستعد يتفحها حماية المسجد الأقصى المبارك من القدس المحتلة زينة صندوقا رؤيا قدت محكمة صلح الاحتلال حضر نشر أي تفاصيل من ملفات التحقيقات التي أخضع لها رئيس وزراء الاحتلال بن يمين نتنياهو على أن يبقى حضر النشر ساري المفعول حتى 17 من أيلول القادم هذا واستجابت المحكمة لطلب الشرطة بفرض تعتيم الإعلامي على ملفات التحقيقات التي يخضع لها نتنياهو حيث أصدرت المحكمة قرارها بفرض حضر النشر على ملفات التحقيق المتعلقة بالإفادات التي قدمها آري هارو الرئيس السابق لطاقم مكتب رئيس حكومة الاحتلال حول قضايا الفساد التي يشتبه بطورة نتنياهو فيها استكمل الاحتلال بناء 42 كم من جدار الفصل العنصري قرب ترقوميا شمال غرب مدينة الخليل المحتلة في وقت وضع فيه رئيس وزراء الاحتلال حجر الأساس لبناء حي استيطاني تابعا لمستوطنة بيتار علييت إلى الغرب من مدينة بيت لحم وهي خطوات إضافية تؤكد استمرار الاحتلال في سعيه للسيطرة على آلاف دنومات من الأراضي الفلسطينية المحتلة التقرير التالي والتفاصيل يظهر نتنياهو هنا مجددا وهو يتبنى الاستيطان كإجابة فورية وصريحة كلما كان الموقف الدولي ضد الأمر لا يزال يضرب قرار مجلس الأمن الأخير حول عدم شرعية الاستيطان بعرض الحائط هو اليوم يضع حجر أساس لألف ومئة بؤرة استيطانية غرب بيت لحم المحتلة لتنضم لمئات ألاف الوحدات الاستيطانية التي بدأ العمل فيها مع بداية العام الجاري وحتى اليوم إسرائيل بالرغم من قرار المحكمة العدد الدولية بأن الجدار مخالف القانون الدولي واجب وزالته إلى أنها تستمر في بنائه ولم تبنيه على الخط الأخضر يتم بناء هذا الجدار ويقطع مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية مقطع آخر بالقرب من ترقوميا تم استكماله منذ عامين بدأ صدر قرار بنائه الآن هناك مرحلة جديدة يتم العمل فيها غير مقطع ترقوميا البارغ من 40 كم هناك مقطع الذي يمر بالقرب من بيت جالة لا تكتفي سلطات الاحتلال بالاستيطان كأداة لبلع المزيد من أراضي الضفة الغربية لبل وتستمر في مصادرة مساحات أكبر من خلال جدار الفصل العنصري فها هي اليوم تنهي تشيد مقطع منه على مدى وصل ل42 كم قرب ترقوميا شمال غرب الخليل المحتلة إسرائيل تستغل الآن الفرصة والفترة التي لا تمتلك فيها الإدارة الأمريكية لرؤية واضحة حول موضوع الاستيطان وتم تعليق الملف في اللقاء الذي تم بين إسرائيل وخبراء إسرائيلين وخبراء أمريكان ولم يتم اتخاذ أي موقف أمريكي وبالتالي تأتي الألف ومائة وحدة السمارية في مستمرة بيتار إليت وهي المستعمرة رقم اثنين في الأراضي الفلسطينية بعد مستعمرة مدعين إليت وبالتالي تعتبر هذه المستعمرة الأكبر في الجنوب والتي يخطط لممها لمدينة الكرس بالاستيطان والجدار تسيطر سلطات الاحتلال وبمختلف الطرق على أكبر قدر ممكن من أراضي الفلسطينيين هي لا تهتم بموقف المجتمع الدولي من الأمر بل هي طريقة حكومة نيتنياهو لكسب الرأي العام في كيانه المغتصب من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا في جولتنا حول العالم المزيد من الأخبار العربية والعالمية ومنها اليونسكو متفائلة في إعادة إعمار حلب وشرطة الأسترالية تكشف النقاب عن مخطط إرهابي استهدف طائرة إماراتية قال المندوب المحلي لليونسكو بسوريا أن بالإمكان إعادة بناء المدينة القديمة في حلب السورية التي تعرضت للقصف والحرائق خلال سنوات الأزمة وأشار المندوب إلى إمكانية إعادة بناء المدينة القديمة تماما كما كانت قبل الحرب وبنفس الحجارة كاشفت الشرطة الأسترالية عن مخطط إرهابي استهدف طائرة تتبع لشركة الاتحاد الإماراتية للطيران كانت ستقلع من مطار سيدني وقالت الشرطة الأسترالية إن المتورطين في المخطط رجلان على صلة بعصابة داعش الإرهابية خططا أيضا لتصنيع جهاز ينشر غازا ساما في مكان عام بدأ المحقق الخاص بقضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية روبرت مول في استخدام هيئة محلفين كبرى للنظر في مسألة تدخل روسي في الانتخابات الأمريكية التي أفضت إلى تنصيب الرئيس دونالد ترامب وتشير هذه الخطوة إلى أن هناك توسعا في جمع المعلومات مع أعضاء حملة ترامب الانتخابية وافق البرلمان الأثيوبي على إنهاء حالة الطوارئ في البلاد والمفروضة منذ تشرين الأول الماضي وذلك بعد مقتل مئات الأشخاص خلال احتجاجات مناغضة للحكومة أسفرت عن مقتل ستمائة شخص واعتقى لما يقارب واحدا وعشرين ألف آخرين توجه الروانديون اليوم إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد في حين يرى مراقبون أن هذه الانتخابات على الأغلب محسومة لصالح الرئيس الحالي بولكا جامجي الذي يترأس البلاد منذ سبعة عشر عاما إن تجد طفلا صغيرا يعمل في ورشة ميكانيك أو في مطعم أمر لا يدعو إلى التوقف ومراجعة ذات الجمعية فحسب بل يدعو إلى عادة النظر في منظوماتنا القيمية برمتها خاصة أن الثقافة المجتمعية ما زالت تعتبر عمل الأطفال أمرا مقبولا لكن أن يصل عدد الأطفال العاملين وفق دراسة مسحية إلى أكثر من 75 ألفا فهذا أمر لا ينفع معه البحث في الحيثيات الاجتماعية والأخلاقية على أهميتها فقط بل يحتاج إلى جهود كبيرة من مؤسسات الدولة كافة ومن المجتمع ذاته تفاصيل عمل الأطفال موضوع ملف الأسبوع لم يكن الطفل الصغير وهو يضع أولى خطواته في طريق العمل ليعلم أنه سيصطدم بحادث مروع أصابه قبل أن يؤدي بحياة طفلين صغيرين بخوف شديد دفعه إلى البحث عن ملاذ آمن أنا عمر 12 سنة كنت أشتغل في الحديث كانوا معي اثنين كانوا يشتغلوا معي صار محم هادث وتوفوا وقعدت الدورة على مكان أن يكون فيه أن يكون مرتاح بعد سنة لقيت المركز الدولة المجتمعية درست فيه وتعلمت محمد انتقل من مطعم عمل به شهورا إلى ورشة ميكانيك فإلى مطعم جديد علّه يكسب ذنانيرا قليلة ينفقها على أفراد أسرته غير أنه ظل يتوق إلى مكان آمن يجد فيه ما يجعله يعود حتى لو قليلا إلى طفولة فقدها مبكرا أنا عمري 13 سنة بلشت من عمري 7 سنين وأنا أشتغل كنت ألم حديد بعدها انتقلت صرت أشتغل بمطعم بس أخلص من المطعم بنزل إلى المكنيكي ويعني زي هي وبصرف على عائلتي وإحنا عددنا ثمنة يعني فارض الدار وأخوي بيشتغل في كافتيريا وإحنا الاثنين اللي بنصرف على الدار ومن جديد فت المركز يعني صرت أشتغل وأدرس بنفس الوقت وهذه ابنة 13 ربيعا دفعتها ظروف إلى خارج المدرسة تتطلع إلى اليوم الذي تعود فيه إلى المدرسة وتصبح يوما ما محامية عمري 13 سنة كنت أدرس هنا وقت أجيت لأبنتي من السابع ما قبله كنت ساعد بابا بالدراسة حتى يقدم امتحاناته كان بابا أستاذ مدرسة وهلأ قدمني هو هناك مترح ما قعد بالسود منحة عن منحة دراسية بعد سنتين بفيني أطلالة عنده عشان كافي أنا حابة أدرس عشان أصير محامية وهلأ جيت لهون على المركز دعم الاجتماع عشان كمل دراسة وكثير دعمني أكثر من المدرسة وهذا الطفل السوري فقد طفولته أيضا على قارعة الطريق حيث يعمل مناولا للقهوة والشاي في مقهى أنا سورة عمر 11 سنة بشتغل بقهوة وأبوي ما بشتغل أنا بشتغل عنه هو أبوي بقى على الدار أنا بشتغله بشتغله بقهوة وبصرف على الدار وأخوي بصرف معي على الدار وبشتغل من الساعة 8 إلى الصباح إلى 8 إلى المساء وباقي التملارات باليوم مع أن عمر قد أصبح شابا يافعا وابتعد عن المدرسة سنوات طويلة غير أنه لم يفقد الأمل في العودة إليها اشتغلت دهين اشتغلت بمطعم اشتغلت بسوق الحلال لحام اشتغلت الله مصدر محمد بمحل أواعي اشتغلت أنا شغلات كثيرة يعني نفسي أرجع للمدرسة أنا المدرسة حياة حلوة أقصبت لأ أحلى وأجمل وأصحاب وأصدقاء وأسادس وضحك ومزح يريد نفسي أرجع لها كل هؤلاء وجدوا ضالتهم في مركز الدعم الاجتماعي المعني باحتضان الأطفال العاملين وتأهيلهم بوسائل وتقنيات تدريب وتعلم حديثة لمواجهة اشتراطات الحياة وصعوبتها مركز الدعم الاجتماعي للأطفال العاملين والمتسربين هو قصة نجاح وطنية بنية على شراكة بين صندوق الأردني الهاشي من التنمية البشرية ووزارة العمل نحن نستهدف الأطفال العاملين والأطفال المتسربين والفتيات جليسات المنازل وأغلب هدول الأطفال جايين من بيئات اجتماعية واقتصادية إن لم تكن متواضعة فهي ضعيفة جدا وهشة ومفككة وهذا الإشي يأثر على تسربهم من مدارسهم على ثقتهم بنفسهم على تقييمهم لذاتهم على مداركهم الإنفعالية وبالتالي قرار دخولهم لسوق العمل أطفال محرومين من أبسط حقوق لهم وهو حق أن يكون طفل أن يعيش بمرحلة الطفولة الطبيعية فيما يتعلق بتسربهم من المدارس التعليم واحد من الأبعاد الذات قيمة مضافة وكتير مهمة في دفع الأطفال للدخول بسوق العمل جزء كبير منهم ما لتحق بالتعليم وجزء منهم ترك التعليم في مراحل كتير مبكرة بحياته لحتى يساعد أهله بتحمل مسؤولية طوعا أو اختيارا أو إجبارا وبالتالي هو ما عرف أنه بعرف يرسم ما عرف أنه خطه حلو ما بعرف أنه بعرف يعزف بيانو ما بعرف أنه إذا مسك آلة التصوير فهو عنده رؤية فنية ثاقبة عندنا برامج متخصصة تشتغل وبتستهدف مع الأهالي الأمهات الأباء الأشخاص البالغين سواء من تدريب وتشغيل من بناء القدرات من رفع وعي وتطقيب عم نحاول نتوسع بعملنا في نطاق شغلنا من استهدف المجتمعات المحلية لحتى يكون فيه إلنا ناس مؤيدين لإلنا ويساعدوا في نشر الرسائل اللي بتوعي الأطفال والأهالي عن عمل الأطفال لما منشوف طفل عامل يمارس بحقه اضطهاد أو استغلال ما أستنى حدا من جهة معينة يروح يبلغ عنه يكون في عندي حدا من نفس المجتمع المحلي يشعر بهاي المسئولية تجاه هذا الطفل واحدة من أكبر تحديات اللي بتواجهنا هي التقافة المجتمعية اللي بتتقبل فكرة أن يكون هناك طفل عامل بالأسرة ومش بس تتقبل فكرة أن يكون طفل عامل وبتعززه من خلال أنه هو عشان يصير زلمة عشان يصير قد حاله بيد أن أطفالنا آخرين تفيضوا بهم الأسواق يعتقدون أنهم يمدون بدنانير قليلة يكسبونها من عملهم يد العون إلى أسرهم مع أنهم هم أنفسهم من يحتاجوا هذا العون فلا يجدونه كنا نشتغل بالسوق أول بداية رمضان نزلوه لك طلاب المدارس بدهم أعيدوا عمينا حسابنا نشف رياغنا عشان نلم 10-15 ليرة عندي مشروف بدي أجار بيته بدي أبني بدي أتجوز بدي أعيش بدي أشتري سيارة بأشتغل بالسوق المركزي يوميتي 10-13 ليرة بأشتغل تعبدي بأتعلم بالصنع وبأخذ سبوية 30 ليرة آخر دراسة إحصائية تفيد أن 76 ألف طفل يعملون في مهل وأعمال منها ما هو خطير وأخرى يتعرضون فيها إلى إساءات بليغة وانتهاكات لآدميتهم قام المركز بالتعاون مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية ودائرة الحصائل العامة بتنفيذ المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن سنة 2016 ويأتي هذا المسح بعد مرور 10 سنوات أو 9 سنوات عن المسح السابق اللي تم تنفيذه في 2007 في سنة 2007 كان عنا 33 ألف طفل عامل كانت التقديرات الحصائية بتحكي الآن التقديرات تحكي عن 76 ألف طفل عامل من يعملون في الأعمال الخطرة هم حوالي 44 ألف طفل من يصنفون عمل أطفال هم 69 ألف طفل فهناك ثلاث تسميات مختلفة أولاً الأطفال العاملين له كل مجتمع الأطفال الذين يمارسون العمل ما بين أعمارهم من 5 إلى 17 سنة عمل الأطفال الذين يعملون وغير مصرح لهم بالعمل والذين معددهم 66 ألف طفل والأطفال الذين يعملون في الأعمال الخطرة ويصنفون بحوالي 44 ألف طفل أي طفل ما بين 5 إلى 15 سنة ويقوم بأي عمل ولو لساعة واحدة خلال الأسبوع الذي سبق يوم المقابلة يصنف على أنه عمل أطفال وزارة العمل وهي الجهة المعنية بعمل الأطفال لمعالجة هذا الاختلال وموظفوها يمتلكون صفة الضابط العدلية لضبط المخالفين من أصحاب العمل وتحويلهم إلى الجهات المقتصة تقرب وجود المشكلة وتحاول معالجتها بعد الزيارات التفتيشية المفتش العمل بحكم أنه يحمل صفة الضابط العدلية يقوم إما بتحرير المخالفة بحق صاحب العمل المخالف للمواد المتعلقة بعمل الأطفال الموجودة في قانون العمل الأردني أو يقوم بتوجيه الإنذار لصاحب المؤسسة بتصويب أوضاعه بعدها يقوم صاحب العمل يتعهد صاحب العمل من خلال توقيعه لتعهد طبعاً في المحكمة بأنه بعدم تشغيل أو مخالفة أحكام المواد الموجودة في قانون العمل من بداية السنة لغاية الآن قمنا بتنفيذ ما يقارب ثلاث ألاف زيارة تفتيشية من بين هذه الزيارات التفتيشية تم الكشف عن ما يقارب أربعمائة طفل عامل وزارة التنمية الاجتماعية هي أيضاً جهة معنية بهذا الملف تسعى وتحاول غير أن المشكلة كما يبدو أكبر مما تقوم به هذه وتلك من تدابير صدر القانون إحداث الأردني رقم 32 لعام 2014 وفي أحد مواده اللي هي المادة 33 اعتبرت فقرة كاف اعتبرت الطفل العامل ومحتاج لحماية أو رعاية إذا كان يعمل خلافة للتشريعات بناء على ذلك تم إنشاء قسم لمكافحة عمل أطفال في الوزارة في منتصف 2016 أو عددنا نظام إلى حماية الطفل العامل واللي هو بيعمل على تكثيف وتوزيع الأدوار ما بين الوزارات والجهات المعنية في موضوع الحد من عمل الأطفال أيضاً الوزارة هي شريك استراتيجي في الدليل في الإطار الوطني لمكافحة عمل أطفال الأطفال العاملون في الأسواق قضية وطنية كبرى يجب أن لا نمر عنها هكذا من دون أن نتوقف ونسأل من المسؤول عن ضياع عشرات ألاف الأطفال وتحولهم بسبب ضعف الرقابة وارتخاء الدوافع الأخلاقية إلى قنابل موقوتة قد تقدم مطاجعنا يوماً ما إذن من ملف الأسبوع إلى أخبار الرياضة والملاعب مع ساميحة مجدلوية أهلاً بك ساميحة شكراً غادة عبر عضو مجلس إدارة النادي الفيصلي سامر الحوراني عن استغرابه من قرار الاتحاد العربي لكرة القدم بنقل نهاء بطولة الأندية من ملعب برج العرب في القاهرة إلى الإسكندرية والتي ستقام الأحد المقبل بين الفيصلي والترجي التونسي وأكد الحوراني أن القرار مستغرب وأنه جاء لعدم تأهل الأهل المصري إلى المباراة النهائية مشيراً إلى أن تلك القرارات التي يتخذها الاتحاد العربي يتحفظ عليها الفيصلي بدءاً من تعديل نظام البطولة بما يخص قرعة الدور نصف النهائي مروراً إلى نقل ملعب المباراة النهائية ومن جهة أخرى أكد الحوراني على أن الفيصلي يتمتع بجهزية عالية وكبيرة للمباراة النهائية ونبقى في بطولة الأندية العربية حيث تأهل فريق الترجي التونسي لملاقات الفيصلي في نهاء البطولة بعد تغلبه على فريق الفتح الرباطي المغربي بهدفين لواحد في المباراة التي جرت أمس ضمن الدور نصف النهائي وافتتح حمزة سمومي أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة والعشرين قبل أن يعدل الفتح الرباطي النتيجة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ليعود الترجي ويضيف الهدف الثاني عبر طاها ياسين من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة والتسعين منحت الفريق الفوز والتأهل لنهاء البطولة اختتمت بطولة المملكة الفردية المفتوحة للفئة العمرية بالشطرانج وذلك بإقامة الجولة التاسعة في مقر الاتحاد وأكشفت الجولة الأخيرة عن باقي أبطال الفئة العمرية حيث أحرز عبدالله بن ياسين لقب فئة عشر سنوات برصيد ثماني نقاط ونصف بفرق نصف نقطة عن وصيفه عبدالرحمن الحديدي وأجاء محمد الحديدي بالمركز الثالث برصيد سبع نقاط ونصف وأفاز عز الدين المعاقبة بلقب فئة اثنى عشر عاما برصيد تسع نقاط بفرق نقطة واحدة عن عمر مجدلاوي بينما حل بهاء معاقل ثالثا برصيد خمس نقاط ونصف قدم باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم لعبه الجديد الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا قادما من برشلون الإسباني بعد حصول الأخير على الشرط الجزائي في عقد نيمار والبلغ مائتين واثنين وعشرين مليون يورو ووقع اللعب البرازيلي على عقد يمتد لخمس سنوات مع الفريق الباريسي ليصبح اللعب في حل من أي ارتباط مع النادي الكتالوني وعبر نيمار خلال المؤتمر الصحفي عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الفرنسي الذي يعتبره بيته مشيرا إلى أنه قادم من أجل تحديات جديدة في مشواره الكروي ومؤكدا على جهزيته للعب ومتطلعا لارتداء قميص الفريق في أسرع وقت ممكن جدد ميلان فوزه على كريوفا الروماني بهذا هدفين دون مقابل على ملعب سانسيرو في إيابي تصفيات التأهل لدور المجموعات بالدور الأوروبي بعد أن كان قد انتصر ذهابا بهدف لمثله في رومانيا وسجل ميلان هدف التقدم في الدقيقة التاسعة عن طريق لاعب خط الوسط جيا كومو بونافنتورا قبل أن يعزز زميله باتريك كوتروني النتيجة بهدف ثاني في الدقيقة الحادية والخمسين معلنا بلوغ ميلا الدور الثاني المؤهل لدور المجموعات ببطولة الدور الأوروبي إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار رياضة عودة إلى غدا شكرا جزيلا لك سميحة انخفاض نسبة الجريمة وتغيير طريقة أحكام القضاة بأحكام الإدانة أدت إلى خلو سجن بريدا في هولندا من النزلاء حيث تبعت سلطات أسليب جديدة للاستفادة من السجن لنتابع يخلو سجن بريدا في هولندا من النزلاء بعد تراجع نسبة الجريمة في البلاد خلال العقد الماضي بنسبة عشرين في المئة حيث تم إقفال سبع عشرة مؤسسة سجنية وقضائية مديرة المشاريع العقارية في وزارة الداخلية قالت إن عدد السجناء تراجع بعدما تغيرت طريقة إصدار القضاة لأحكام الإدانة ليس بمعنى تخفيف العقوبات بل عبر تغيير طبيعتها من خلال أحكام بالعمل ووضع أساور إلكترونية والتحويل إلى عيادات متخصصة تراجع عدد السجناء بعدما تغيرت طريقة إصدار القضاة لأحكام الإدانة ليس بمعنى تخفيف العقوبات بل عبر تغيير طبيعتها من خلال أحكام بالعمل السلطات الهولندية أوجدت أساليب جديدة للاستفادة من السجن ويوجد تسعون مقاولا يعملون حاليا في أجنحة هذا المعلم المحمي والمشيد قبل مئة وثلاثين عاما أبواب السجن ستقفل الليلة ليحتجز خلفها ثلاثمائة وثمانون متطوعا يشاركون مع ثمانين ممثلا في لعبة ضخمة للبالغين تحمل عنوان الهروب من السجن والآن إلى هذه المشاهد واللقطات بالتعليق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة